بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة في مدرسة تطوير ألكترونية درسنا اليوم الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول في مادة لغة الخالدة وموضوع الدرس استراتيجية قراءة القراءة المتعمقة سنتعلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الدرس الخطوة الثالثة من خطوات القراءة المتعمقة وهي ماذا القراءة مر معنا سابقاً في دراستنا في خطوات القراءة المتعمقة أنها تمر بخمس ماذا خطوات أولاً الاستطلاع ثم ثانياً الأسئلة وثالثاً القراءة وهو موضوعنا اليوم ثم الإجابة ثم المراجعة إذن القراءة هي ماذا الخطوة الثالثة من خطوات القراءة المتعمقة وقلنا أنها الخطوات هي الاستطلاع أولاً ثم الأسئلة والأسئلة لابد أن تكون ملماً بأدوات الاستفهام حتى تكتب أسئلة جيدة ثم القراءة من أجل البحث عن إجابات لتلك الأسئلة التي كتبتها ثم الإجابة ثم الخطوة الخامسة المراجعة إذن هذه خطوات استراتيجية القراءة المتعمقة ننتقل القراءة القراءة للموضوع بتركيز وانتباه للبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة إذن هذه الخطوة وهي الخطوة الثالثة من الخطوات القراءة المتعمقة نقول القراءة للموضوع بتركيز وانتباه للبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة أنت عندما قرأت نصا أو قرأت فقرة معينة قمت بالاستطلاع أولا كيف؟ بتحديد مطالع الفقرات بتحديد الفكرة الرئيسة ثم دونت الأسئلة والخطوة الثالثة هي القراءة وتكون من أجل البحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة واضح؟ إذن القراءة هي الخطوة الثالثة من خطوات القراءة المتعمقة وهي تكون بتركيز وانتباه لماذا؟ للبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة نقول القراءة أيضا لتعديل الأسئلة بناء على نتائج القراءة أنت ربما تقوم بتعديل الأسئلة التي كتبتها في الخطوة الثانية وهي ماذا؟ الأسئلة متى؟ بعد قراءتك للنص أو للفقرة فأنت تقوم بتعديل الأسئلة بناء على نتائج القراءة وقلت لكم أن كتابة الأسئلة لابد أن تكون وقتها ملما بأدوات الاستفهام واستخداماتها واستخداماتها إذن هذه الخطوة الثالثة من خطوات القراءة المتعمقة وهي ماذا؟ القراءة من أجل البحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة ننتقل أيها الأحبة إلى هذه الفقرة ويقول أعين الجملة التي تحمل الفكرة الرئيسة في الفقرة التالية أعين الجملة التي تحمل الفكرة الرئيسة في الفقرة التالية نأتي ونقرأ هذه الفقرة أيها الأحبة يقول صالح المأمون ملك الرومي على أن يأخذ ما عنده من كتب القدماء وأرسل بعوثا من ثقات المسلمين والنصارى لنسخ ما يظن ملك الروم بإخراجه من الكتب فاجتمع للمأمون بذلك خزانة عظيمة من الكتب هذه الفقرة القصيرة تدور حول فكرة رئيسة هذه الأربعة الأسطر ماذا تحمل فكرة رئيسة وأظنها أن الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة هي مصالحة ملك الروم أو مصالحة المأمون لماذا؟ لملك الروم هذه الفكرة الرئيسة نأتي ونحدد الفكرة الرئيسة في الفقرة التالية يقول الفكرة الرئيسة هي ماذا؟ صالح المأمون ملك الروم على أن يأخذ ما عنده من كتب القدماء إذن هذه هي الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة وهي بنفس الوقت هي ماذا؟ هي العبارة المفتاحية التي افتتحت بها ماذا؟ إذن هذه هي الفكرة ماذا؟ الرئيسة للفقرة إذن نحن قمنا بماذا؟ بقراءة الفقرة السابقة وحددنا ماذا الفكرة الرئيسة فيها إذن هذه الخطوة الثالثة من خطوات القراءة المتعمقة هي ماذا؟ القراءة نأتي إلى فقرة أتذكر أن وفيها يقول ما تعلمته أتذكر أن ما تعلمته في الوحدة الثانية حول الخطوة الثانية من خطوات القراءة المتعمقة الأسئلة وقلنا لكم أنها الأسئلة هي الخطوة الثانية من خطوات القراءة ماذا؟ المتعمقة واضح؟ ولابد أن تكون ملما بأدوات ماذا؟ الاستفهام فمثلا أين تستخدم الاستفهام عن ماذا؟ المكان وكم عن العدد ومتى عن الزمن وهكذا إذن هذه الخطوة الثانية من خطوات القراءة المتعمقة الأسئلة ولابد أن تكرر أن تكون ملما بأدوات ماذا؟ الاستفهام ننتقل يقول هنا هل تتذكر خطوات القراءة المتعمقة؟ بشكل كامل أذكرها تكررت معنا هذه الفقرة كثيرا وهي خطوات القراءة المتعمقة وأقلت لكم أنها ماذا؟ الاستطلاع أولا ثم الأسئلة ثم القراءة ثم الإجابة فالمراجعة والاستطلاع يكون بتحديد مطالع الفقرات وتحديد الفكرة ماذا؟ الرئيسة وتحديد الفكرة الرئيسة واليوم موضوعنا هو ماذا؟ القراءة وقلنا القراءة هنا تكون للبحث عن أجوبة للأسئلة ماذا؟ المطروحة في ماذا؟ الخطوة الثانية إذن لو سئلت ما هي خطوات القراءة المتعمقة تقول هي الاستطلاع ثم الأسئلة ثم القراءة ثم الإجابة ثم ماذا؟ المراجعة وقلت لكم كثيرا أن هذه القراءة تصلح للاستذكار تصلح للاستذكار ننتقل للفقرة التالية يقول استطلع مع مجموعة الفقرات التالية لتحديد الفكرة الرئيسة ثم أحول الفكرة إلى ماذا؟ سؤال الفقرة تقول كان ابن جبير شغوفا بالارتحال والأسفار فخرج إلى مكة المكرمة وبلاد الشرق والأندلس كان ابن جبير شغوفا بالارتحال والأسفار فخرج إلى مكة المكرمة وبلاد الشرق والأندلس إذن هذه الفقرة القصيرة جدا تحمل ماذا فكرة رئيسة وهي ماذا أن ابن جبير كان شغوفا بالارتحال إذن نقول الفكرة الرئيسة هنا شغف ابن جبير بالارتحال والأسفار لو أردنا أن نحول هذه الفكرة إلى سؤال نقول بما كان شغوفا من ابن جبير الإجابة تقول شغوف ابن جبير بالارتحال والأسفار واضح إذن كان ابن جبير شغوفا بالارتحال والأسفار فخرج إلى مكة المكرنمة وبلاد الشرق والأندلس هذه ماذا الفقرة ثم الفكرة الرئيسة فيها ماذا نقول شغف ابن جبير بالارتحال والأسفار إذن هذه الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة نأتي ونحول الفكرة الرئيسة إلى سؤال نقول بما كان ابن جبير شغوفا أو بطريقة أخرى بما شغف ابن جبير أو بطريقة أخرى أو بصياغة أخرى بأي شيء كان ابن جبير شغوفا إذن في كتابة الأسئلة لدينا الكثير من الخيارات والصياغات التي يمكننا أن نكتب السؤال وفقها فأنظر هنا للفكرة السابقة كتبنا السؤال بأكثر من صيغة قلنا بما كان ابن جبير شغوفا وركز بما هنا كيف تكتب إملائيا أو بما شغف ابن جبير أو بأي شيء كان ابن جبير شغوفا إذن حولنا الفكرة الرئيسة إلى سؤال يقول أستطلع أيضا مع مجموعة الفكرة الرئيسة نقول الفكرة التالية ماذا؟ نشأ صلاح الدين الأيوبي ذكية نشطا محبا للعلم والعلماء ونال نصيبا وافرا من العلوم الدينية وفنون الفروسية إذن هذه الفكرة تحمل فكرة الرئيسة وهي ماذا؟ نشأت صلاح الدين الأيوبي نشأت صلاح الدين الأيوبي إذن نشأ صلاح الدين الأيوبي نعيد القراءة ذكيا نشطا محبا للعلم والعلماء ونال نصيبا وافرا من العلوم الدينية وفنون الفروسية إذن نشأت صلاح الدين الأيوبي هي الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة واضح؟ ننتقل للتالي نحول الفكرة الرئيسة إلى سؤال يقول كيف نشأ صلاح الدين الأيوبي هذه صياغة الصياغة الأخرى نقول مثلا تحدث عن نشأة صلاح الدين الأيوبي أو صياغة أخرى كيف كانت نشأة صلاح الدين الأيوبي إذن لدينا خيارات كثيرة في صياغة ماذا السؤال لدينا خيارات كثيرة ماذا في صياغة السؤال لو أردنا الإجابة على هذه الأسئلة كان شغوفا بماذا كيف نشأ صلاح الدين الأيوبي نشأ محبا ماذا للعلم ونشأ أيضا محبا لفنون الفروسية واضح ننتقل الآن إلى الفقرة التالية يقول جابر بن حيان أقدم علماء العرب في الكيميا وأكبرهم شهرة وقد ألف كتبا كثيرة ونقل عددا كبيرا منها إلى اللغة اللاتينية كما نقل بعضها إلى اللغة الفرنسية إذن جابر بن حيان أقدم علماء العرب في الكيميا أكبرهم شهرة ألف كتبا ماذا كثيرة نقل عدد منها من هذه الكتب التي ألفها إلى اللغة اللاتينية كما نقل بعضها إلى ماذا إلى اللغة الفرنسية إذن نعيد قراءة الفقرة يقول جابر بن حيان أقدم علماء العرب في الكيميا وأكبرهم شهرة وقد ألف كتبا كثيرة ونقل عدد كبير منها إلى اللغة اللاتينية كما نقل بعضها إلى اللغة الفرنسية إذن هذه الفقرة الفكرة الرئيسة فيها أن جابر بن حيان من أقدم علماء العرب في الكيميا لو أردنا أن نحول هذه الفكرة إلى سؤال سنقول من أقدم علماء العرب في الكيميا ثم نعيد قراءة الفقرة فنقول جابر بن حيان أقدم علماء العرب في الكيميا وأكبرهم شهرة وقد ألف كتبا كثيرة ونقل عدد كبير منها إلى اللغة اللاتينية كما نقل بعضها إلى اللغة الفرنسية إذن من أقدم العلماء في الكيميا جابر بن حيان ننتقل السؤال قلنا من أقدم علماء العرب في الكيميا واضح إذن هذه الفقرة التي تحدثت عن جابر بن حيان نأتي إلى هذه الفقرة يقول أقرأ الفقرة التالية ثم أجيب مع مجموعة عن المطلوب نقرأ نقول قسم الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح أقساما سمى كل قسم منها كتابا وقسم كل كتاب أبوابا رتبها ترتيبا فقهيا فبدأ بكتاب الوحي فكتاب الإيمان فكتاب العلم فكتاب الوضوء وهكذا وجمع البخاري فيه ما تفرق من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمصار فلما شتاتها وحقق وحدتها وبحث أصولها ورواتها إذن هذه الفقرة تتحدث عن الإمام البخاري وتقسيمه لماذا لكتابه الجامع الصحيح واضح؟ ماذا يريد منا هنا؟ يريد تحديد الفكرة الرئيسة وهي تقسيم الإمام البخاري الجامع الصحيح إلى عدة أقسام ثم السؤال المناسب لمحتوى الفقرة السابقة نقول كيف قسم الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح؟ قسمه على طريقة ماذا؟ الأبواب هنا نقول تنبيه قد لا تجيب الفقرة عن السؤال المطروح أو تجيب عنه وعن أشياء أخرى فإذا كان كذلك يجب تعديل ماذا السؤال أو إضافة سؤال آخر إلي إذن عندما لا تجيب الفقرة عن السؤال الذي كتبت فأنت تقوم بتعديل ماذا السؤال وفقا للقراءة التي قمت بها إذن ركزوا على هذا التنبيه تطبيق الخطوات الثلاث للقراءة المتعمقة على فقرة من أحد الموضوعات في أحد الكتب المدرسية الأخرى أو نص الأسير الصامد وأدعوكم إلى قراءة نص الأسير الصامد في كتاب الطالب ومحاولة ماذا تطبيق ما تعلمنا عليه واضح؟ هنا في التقويم الختامي نقول أستطلع الفقرة التالية لتحديد الفكرة الرئيسة ثم أحول الفكرة إلى سؤال كان ابن جبير شغوفا بالارتحال والأسفار فخرج إلى مكة وبلاد الشرق والأندلس الفكرة ما هي؟ شغف ابن جبير بالارتحال والأسفار جميل السؤال نقول قد مر معنا في الدرس قبل قليل مرت معنا هذه الفقرة وقلنا أنه باستطاعتنا أن نكتب السؤال بعدة ماذا؟ صياغات فنقول مثلا بما شغف ابن جبير إذن هذه الفقرة تحدثت عن ابن جبير حددنا الفكرة الرئيسة وقمنا بتحويل الفكرة الرئيسة إلى ماذا؟ إلى سؤال إذن في درسنا اليوم تعلمنا ماذا؟ القراءة للموضوع بتركيز وانتباه للبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة وقلنا أن القراءة المتعمقة تمر بخطوات خمس وهي الاستطلاع والأسئلة والقراءة والإجابة والمراجعة وقلنا أن القراءة تكون للبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة التي طرحت في الخطوة الثانية من خطوات القراءة المتعمقة وهي كتابة الأسئلة هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أرجو أن قدمنا المفيد إلى أن نلقاكم في درس آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا